ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقصر القضبية وفي بداية الجلسة استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منقب الفقيد الراحل مع علي الشيخ عيسى بن علي الخليفة مستشار سموه للشؤون الصناعية والنفطية وما قدمه من خدمات للوطن ساهمت في نهضة الوطن وتقدمه سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأشهد المجلس بالقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيق مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بمشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة ومن بثق عنها من نتائج إيجابية أكدت على ضرورة دعم القضايا العربية والإسلامية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين العربي والأمريكي الجنوبي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي وأدان المجلس العمليات الإرهابية التي شهدتها باريس ولبنان مؤخرا وأكد المجلس على ضرورة محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأصوره وأن مملكة البحرين تدعم كافة الإجراءات الرادعة التي تتخذها تلك الدول بما يعزز أمنها واستقرارها من جهة أخرى وجه سمو رئيس الوزراء وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني إلى التأكد من حسن استخدام المرافق الخدمية للمواطنين في مختلف المناطق وضرورة التأكيد على استخدام تلك المرافق للأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة من جانب آخر أشار سموه إلى أهمية التأكد من شمولية الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الصحية التي تتضمن التشخيص والعلاج والتنسيق لزيارة الأطباء في جميع التخصصات المختلفة لجميع المرضى إلى جانب زيادة توظيف الموارد المالية المخصصة للعلاج بالخارج ووجه سموه وزارة الصحة إلى دراسة الخيارات البديلة التي تؤمن العلاج المناسب داخل المملكة دون الحاجة إلى العلاج بالخارج بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي وفق المجلس على مذكرة بخصوص مشروع قرار بشأن أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووضع سقف لأسعار التجوال داخل الدول ليشمل خدمات التجوال للمكالمات الصوتية والرسائل النصية وخدمة البيانات كما أحل المجلس مذكرة بشأن رسوم الخدمات البيطرية والزراعية إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية فيما ناقش المجلس مذكرة بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية والتي تهدف إلى دراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وإعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها وإعداد وتطوير قائمة الأدوية والعققير وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية كما أخذ المجلس علما بمذكرة وزير المالية حول ما تم بحثه في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومدير عام صندوق النقد الدولي الذي عقد في دولة قطر الشقيقة مؤخرا حيث بحث الاجتماع الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ من المتوقع أن يخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2016 مقارنة بالعام الحالي الذي بلغت النسبة فيه 3.3% ويكون معدل النمو في القطاع النفطي 1.4% في عام 2016 مقارنة بالعام الحالي الذي قدرت نسبته ب2.9% وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزرية للشؤون المالية واطلع المجلس على تقرير بخصوص مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف وشواغر الوظيفية خلال الربع الثالث لعام 2015 حيث تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.3% إلى 3.1% بين نهاية كل من الربع الثاني والثالث من هذا العام أما بالنسبة لإعانة التأمين ضد التعطل فقد شهدت انخفاضا بنسبة 6% خلال ثلاثة أشهر كما تراجع عدد مستحقي التعويض بنسبة انخفاض قدره 31% في مؤشر على استقرار سوق العمل ووافق المجلس على مذكرة بشأن اتفاقية النقل الجوي بين مملكة البحرين وحكومة جورجيا واطلع المجلس على مذكرة بشأن الاستعدادات لاستضافة الدورة الرابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر يناير عام 2016 وأخذ المجلس علما حول عدد من الاقتراحات برغبة ذات الصلاة بالسلطة التشراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعدة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعدة الوزير خلال المؤتمر على أن الحكومة تحرص على حفظ الممتلكات العامة والمال العام من خلال المحافظة على المرافق العامة من سوء الاستخدام والعبث في محتواها وفي أمر الأمن الغذائي أشار الوزير إلى أن أي أمر يهم هذا الجانب له الأولوية لدى الحكومة وأن موضوع أرض سودان موضوع هام ولا يزال التنسيق جار لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه وردا على سؤال فيما يتعلق برسوم الخدمات البيطرية الجديدة أوضح الوزير أن ذلك لا يتعلق بما يدخل في استهلاك المواطنين وفي موضوع خفض المبالغ السنوية المخصصة للعلاج في الخارج أكد الوزير أنه ستكون هناك أليات جديدة لتحقيق ذلك من بينها استقطاب الأطباء الزائرين للبحرين والتنسيق لتوفير أسليب العلاج محليا كما قام سعدة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر هذا وسيعرض تلفزيون البحرين تسجيلا كاملا لوقاع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة شكرا